اكد معالي المستشار احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية اكد ان المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى اسس لتجربة ديمقراطية اعتمدت الفصل بين السلطات الثلاث اثبتت نجاحها رغم حداثتها مشيرا الى ان ما حققته الحياة البرلمانية خلال الفصول التشريعية الاربعة اسهم في تطوير ودعم العملية التنموية الشاملة لبناء مستقبل افضل يجمع ابناء الوطن تحت مضلة العدالة والحرية والمساواة وحفظ حقوق الانسان واحترام القانون واضاف رئيس مجلس النواب ان المملكة البحرين ليست بعيدة عن المنظومة الاممية فهي من الدول السباقة في الاقرار باليوم الدولي للديمقراطية التي توافق عليها ابناؤها منذ اليوم الاول لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في البلاد عام 1999 والاعلان عن المشروع الاصلاحي الذي اطلقه جلالته في العام نفسه كما لفت معاليه الى ان البحرين تستعد للجولة الجديدة من الانتخابات البرلمانية والبلدية في الفترة المقبلة تاكيدا لاستمرار التجربة الديمقراطية ضمن افق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي وفر الفرص الداعم لترسيخ الكيان الوطني وتمكين المواطنين من المشاركة السياسية الفاعلة باعتبار ان تنظيم الانتخابات واستمرارها امر حيوي مجسد لغاية من غيات هذا المشروع وركيزة اساسية لنهضة المجتمع واستقراره ترجمة نانسي قنقر